كيف وصل الاسلام الى بلاد السند باكستان حاليا هذه بلاد السند في شرق اسيا من هنا كان القراصنة يهاجمون تجار المسلمين في المحيط الهندي وبحر العرب واخيرا ارتكب القراصنة الذنب الذي لا يغتفر بعد الهجوم على سفن بها نساء مسلمات اللواتي استغثن بخليفة المسلمين فارسل امير العراق الحجاج حملة بقيادة ابن اخيه محمد بن القاسم وكان في السابعة عشرة من عمره الذي استحداث استراتيجية جديدة لا تقوم على الهجوم بل على التطويق فحاصر بلاد السند ثم استطاع اختراق ثغراتها بجيش قوامه 12 الف مقاتل قبل ان يمتد سيف الفتح الى مدينة نيرون المعروفة حاليا بحيدر اباد ثم واصل القائد الشاب يفتح المدن صلحا وعنوة سلما وحربا حتى اخصع بلاد السند لحكم الخلافة الاسلامية في ظرف ثلاثة سنوات فقط وهكذا وصل الاسلام الى بلاد السند باكستان حاليا ترجمة نانسي قنقر